تنفيذاً لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتطبيقاً للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أكد المجلس الأعلى للبيئة أن الأكياس ذات الاستخدام الواحد متوافرة في السوق المحلي والذي يهدف إلى تغيير نوع المنتجات من كونها غير قابلة للتحلل إلى قابلة للتحلل فقط نتائج إيجابية وضحت ملامحها في تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية وتحويلها إلى أكياس صديقة للبيئة ووعي استهلاكي شكل نمواً كبيراً لدى المستهلكين في مملكة البحرين بحيث تبين لهم خطورة هذه المخلفات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة والإنسان المجلس الأعلى للبيئة أكد أن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد المطابقة للقرار الوزاري والمشمولة في المرحلة الأولى في التطبيق متوافرة في السوق المحلي سواء من المصانع المحلية أو باستيرادها من خارج المملكة وأن المصانع البحرينية ستقوم بشكل مباشر بتصنيع أكياس قابلة للتحلل ووقف أي مخالفات بلاستيكية تضر بالبيئة أحبط من المواطنين والمقيمين أنها ما راح يحسون بفرق الأكياس ما راح تنقطع من نغاط البيئ التغيير الوحيد راح يكون في مواصفات الكيس نفسه الكيس راح يكون صديق للبيئة وقابل للتحلل أصلا من قبل القرار في عدة شركات والشوبر ماركتات موجودة في البحرين قاعد تشتري من عندنا الأكياس قابلة للتحلل من سنوات ولتنظيم عمليات تداول المواد البلاستيكية وعدم السماح بتداول المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل أكد المجلس على البيئة أن هذا القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة والسياحة لن يلزم باحتساب أي تكلفة إضافية على المستهلكين وأنها متوفرة وفق مواصفات متطورة وعالمية كما أنها ستقدم لجميع المستهلكين من دون تغيير في خطوط الإنتاج مع توافر المادة المضافة بما يلبي احتياجات السوق المحلي طبعاً إحنا في شركة المسقطي بعد صدور القرار من الوزارة حول الأكياس القابلة للتحلل ضفنا مادة على الأكياس فخليناها قابلة للتحلل مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظها الله ورعاه وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر ودعم سمو ولي العهد باتت من أوائل الدول على مستوى العالم التي تحضر استيراد المخلفات البلاستيكية انسجاماً مع توجهات الأمم المتحدة الداعية لمحاربة تلوث المحيطات بالمخلفات البلاستيكية بمختلف أنواعها طلع النايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين